من الحاجات اللي طلعت من اللجنة انه فيتور بريرا يرفض انه يكون في حكام اكتر من 45 سنة في قائمة الدولية للتحكيم في مصر هل ده حصل فعلا هل انت حطيت سن او حد اقصى 45 سنة وبناء عليه عشان اكمل سؤالي كمان انت قلت ان هذا الموسم هو الاخير للكابتن محمد عادل السؤال سهل جدا احنا لازم نقرر محتاجين حكام على حد 50 سنة ولا محتاجين تطوير لو عايزين لو عايزين نقول ان احنا عندنا حكام قوية وحكام شباب بيتعلموا وبيتطوروا فطبعا لازم يكون فيه تطوير ولازم تكون نحصل التطوير ديوت على طريقتين بان احنا بنحسن من الحكام بنطلعهم الدرجة الاولى او بنزودهم لحد الدوري الاكبر وطبعا في السن وبدنية ممكن يكون عنده 45 ممكن يكون اكبر من 45 بس لازم نعرف ان كل سنة عندنا حكام ممكن يزيدوا ويطلعوا للكاتجوري الاعلى منه السؤال بقى ان الحكام اللي عندهم 45 سنة اخلينا اقولك على على نقطتين مثلا كابتن عشور عنده 46 وهو فار حكم فار في الفيفا حكم فيديو في الفيفا وراح افكن او بطولة افريقيا بطولة وهو لسه في الليستة ولسه في الاسامي المرشحة فاحنا لسه عندنا حكام دوليين مصريين فدي نقطة من النقطتين النقطة التانية ان احنا هيكون محتاجين حاجات او حكام اقوية جدا لكل البطولات اللي عندنا الحكام يكونوا دايما ظهرين بمظهر كويس متطورين دايما ودول النقطتين اللي انا كنت عايز اتكلم عنهم كل بقية النقط هنكون هنكون بنتكلم على التطوير هنكون دايما بنحتاج نحن عايزين حكم عنده 26 27 29 سنة علشان دايما يبدأوا يروحوا للدورة الدرجة الاولى لان احنا بنفكر للمستقبل مش بنفكر بس لدلوقتي احنا دلوقتي كمان 3 سنين عندنا عندنا كاس العالم في امريكا والمكسيكو وكندا بعدها بعد 7 سنين هيبع عندنا في المغرب واسبانيا والبرتوال فهو ده اللي احنا بنبص عليه وهو دي النقطة اللي احنا دايما بنكون بنفكر فيها نحنا محتاجين يبقى عندنا حكام دايما في البطولات الدولية فعلشان نوصل للنقطة دا دايما لازم نكون بنطور في الحكام بتوعنا من السن الصغير للسن الكبير فعلشان كده احنا بنتكلم ان احنا عندنا فرقة والفرقة دا هنبدأ ندير ونبدأ ندور على التطوير الاكتر للحكام اللي فيها ترجمة نانسي قنقر